فجأة آية أغمى عليها من كتر التعب والإرهاق وقبل ما تنزل دارت كل الجروح اللي فوشها بالمكياج علشان محدش ياخد باله ولما وقعت في الأرض مفيش أي حد مد إيدي لها علشان يساعدها إنها تقوم لكنها حاولت تقوم وبتدت تصل بطولها وتحركت لغاية ما طلعت الجنينة ولقيت آدم ومامته قاعدين بيفطروا برا قربت عليهم وقالت بكثوف صباح الخير وحطت وشها في الأرض كانت بتحاول على قد ما تقدر ما تبصش لآدم تماما لإن عنيه زي الصقر أول ما بتبصله بتخاف منه أهلا يا آية يا حبيبتي صباح الفل يا عروسة تعالي حماتك بتحبك أنا محضرة كل الفطار ده بنفسي يا رب بقى أكلي يعجبك إلا قوليلي يا حبيبتي هو أنت ليه لابسة أسود في سود هو وقفة مكسوفة ليه مفيش حد غريب جوزك وحماتك وأنا يا حبيبتي زي مامتك بالزبط تعالي يا آية أول ما جابت سيرة مامتها فجأة آية فضل التعايد ما حستش بنفسها غير وهي منهارة من العياد وكان نفسها جدا تشوف مامتها قدامها وتترامي في حضنها لكن مع الأسف مامتها توفد أما فجأة إيه الزفت اللي أنت لابسة ده وإيه المكياجة اللي أنت حطاه على خلقتك ده المكياجة اللي أنت حطاه ده يتمسح فورا وتسمعي كل كلمة والدتي هتقولها لك تسمعي الكلام فهمة وأول مرجع من الشغل آجة لقيك جهزالي فهمتي؟ حاضر حاضر هعمل لك كل اللي أنت عايزه بس سيبني بقى شعري بي وجاني حرم عليك ما بقتش قادر أستحمل والمكياجة اللي أنا حطاه في وشي ده أنا حطاه بس علشان قصار الدرب ما يبنش والجروح اللي في وشي بس حاضر هعمل لك كل اللي أنت عايزه أرجوك تسبني بقى وبعد نزقها ورماها على الأرض ومشي وسبها أما آية كان صعبان عليها نفسها جدا وما كانتش فهمة هو بيعمل معاها كل ده ليه مع أنها عمرها في حياتها ما شفته قبل كده ولا أزته يا رب أنا تحبت أنا مش عارفة بس هو بيعمل معايا كل ده ليه مع أنه عمري ما شفني قبل كده ولا أنا عمري شفته هو ليه بس عايز يعزبني وبابا رماني يوم الفرح والغاية دلوقتي ما هنشع عليه حتى يجي يزورني علشان حتى ترمي في حضن واشتكيله من اللي بيحصلني يا رب خدني أنا نفسي أموت أنا بالنسبة لي لموت أهول ونروح لوالدة آدم اللي كانت مستغربة وما كانتش فهمة إيه اللي بينهم بالزبط وإيه العلاقة الشرسة دي وآدم ليه بيعملها بكل الأسود دي ونظراته المخيفة لها لكنها كانت بتقول بينها وبين نفسها غريبة مع أن تصرفاتهم مش طبعية بس هقولي أهو عرسان ربنا يهنيهم وربنا يسترهم أنا عارفة أن آدم عصب قوي وما بيستحملش أي حد يتكلم معاه ربنا يعديها على خير البنت أصلا شكلها غلبانة يلا ربنا يصلح حالهم أما عند آية سمعت الباب بيخبط في الليد تترحش وتعيط جامد جدا كانت فكرة أنه آدم هو اللي بيخبط عليها وارجع لها تاني علشان يضربها وكانت مرهارة في العياض وعمالة تترحش اتطمنت وقلبها هدي وارتحت أول ما الباب فتح وشافت أنه مش آدم بصت لقيت حامتها دخل عليها الأوضة اتطمنت جدا حامتها دخلت وقالت لها بصي بقى يا أيها يا حبيبتي أنت النهاردة لازم تدخلي المطبخ أنا عارفة أنك لسه عروسة جديدة بس معلاش هي العادات والتقاليد بتاعتنا كده لازم العروسة ليلة صباحيتها تدخل تطبخ لجوزها آه هي دي العادات والتقاليد أي أكل أنت بتعرفي تعمليه انزلي المطبخ وعمليه لجوزك ردت قيب بارتباك وقالت حضر لأ ومش بس كده كمان ده أنا هتغدى معاكم وكمان خالة آدم يعني هتعزمين كلنا على الغداء عايزك تشرفيني وترفعي راسي وكمان ترفعي راس جوزي أنا عارفة أنك شطرة بيّن عليك كده وإن شاء الله هتعملي أحلى أكل يلا مستنية إيه انزلي المطبخ دلوقت حالا وخلي كل الشفات يطلعوا بره علشان أجمل عروسة ندق من إيديها أجمل أكل النهاردة أما آدم لما يعرف أنك تبختيله هيفرح فرحة وهيحبك كمان وكمان ما هو يا عبيتة أقرب طريق لقلب الراجل معداته آية بينها وبين نفسها كانت عايزة تعترض وتقول لأ إنها مش عايزة تعمله أي حاجة وهين عليها تقدم له سم علشان ترتاح منه وآية أصلا ما بتعرفش تطبخ لأنها لسه صغيرة لكن بعد ما فكرت وافتكرت تهديدات وقالت حاضر حاضر أنا عامل كل اللي حضرتك عاوزاه هنزل دلوقتي حالا وعمل لكم الغدى بيدي الاتنين قبل ما تنزل المطبخ جريت على طول على الحمام وابتدت تخسل وشها علشان افتكرت كلام آدم لما كان بيقول لها إنها تمسح المكياج اللي في وشها كله وأول ما مسحت المكياج الجروح وعلامات الدرب اللي في وشها زهرت وأول ما بصت في المراية فضلت تعيط صعبت عليها نفسها جدا وفضلت تفتكر مامتها اللي كانت دايما بتططب عليها ودايما بتحن عليها وكانت بتفتكر باباها اللي راماها للعريس القاسي وجوزها اللي كان بيدربها ليلة دخلتها بالوحشية دي وبعد ما غسلت وشها خرجت من الحمام ونزلت علشان تدخل المطبخ وتعمل كل الكلام اللي قالت هو لحمتها لكن الغريب إنها أول ما دخلت المطبخ كل الطبخين أول ما شافوها بالمنظر ده اتفاجئوا جدا وتصدموا وكانوا عملين يتفرجوا عليها وكانوا مستغربين يا طرق إيه اللي فوشها ده سلام عليكم أنا اسمي آية العروسة جديدة مرات قدم بي ممكن لو سمحتوا تسيبوا لي المطبخ علشان طبعا زي ما انتوا عارفين لعاداته التقاليد لازم العروسة ليلة الصباحية تطبخ وفعلا سيبوا لها المطبخ كله وآية كانت وقفة زعلانة وما كانتش عارفة تعمل إيه في المطبخ ده كله أما والدة آدم وخالته كانوا داخلين المطبخ علشان يشوفوها وهي بتطبخ أول ملفة وشها فلاش باك ليلة الفرح خالة آدم كانت بتقول لأختها ليلة ألف مبروك يا لولتي أقبال يا رب ما يجي لنا حفيد كده ونفرح بيه ويملت دنيا لعبه وهزار بس بقولك إيه؟ أنا عايزة أقولك على حاجة البنت صغيرة أو يا ليلة وانت عارفة آدم عصب يا ستي وخلقه دي آه عصب يخلقه دي بس ما تنسيش قلبه بيض على الآخر طالع لولدته ما تقلقش من حاجة اللي أنا عارفه يعني إنه هو سأل على البنت دي وبيقوله يعني إن البنت قد المسئولية والدتها متوفية من زمان وهي اللي كانت مسئولة عن البيت يعني بتقدر تطبخ وتعمل كل حاجة يعني عروسة من مجميعه ما تقلق إيش ردت وقالت لها بس بقولك إيه يا ليلة بصراحة كده وأنا طالع فوق ومشي جنب قودة آدم سمعت صوت صويت صوت البنت كانت عمالة تصرخ مش عارفة مالها مع إن قودة آدم فيها أصلا كاتم للصوت مش عارفة معقولة الصوت يجلج للمكان لدرجة إن كاتم الصوت ما يعملش أي نتيجة إيه إيه الكلام اللي أنت بتقولي ده لا 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 إن شاء الله ما فيش حاجة عادي يعني كبر دماغك دوله عرسان جداد ويعملوا اللي هم عايزينه ابتدوا يفتكروا كل الكلام اللي كانوا بيقولوه مع بعض ليلة الفرح وصابت عليهم آية جدا أول ما شافوها في المنظر ده أما الأم كانت صعبان عليها قوي وقالت لآية آآ آآ ألف سلام عليك يا حبيبتي بص يا آية سيبك ملعادات والتقاليد والكلام ده اطلعي يا حبيبتي قطك وحطي مراهم على الجروح اللي في وشك دي وارتاح خدي دش كده واضغطي يا حبيبتي ونامي أنا أخلي الخدمين هم النهاردة اللي يعملوا الأكل ردت آية بقصرة وقالت حاضر وفعلا آية طلعت الغرفة وحطت مراهم على كل وشها اللي كل ما تشوفها بتفتكر ليلة الدخلة المشؤومة وكانت نايمة وغرقانة في النوم زي الأطفال الصغيرين لكن وهي يا نايمة نسيت إنه آدم قال لها قبل ما يرجع من الشغل لازم تكون لبسة اللبس اللي في الحمام الجديد وتكون جهزاله وفجأة يا طرق آدم هيتصرف مع آية زي ويا طرق آية هتفضل في العذاب ده كتير ولا يا طرق إيه اللي هيحصل بينهم بالزبط لو حابين تعرفوا كل التفاصيل يبقى يا ريد تنتظرونا في الحلقات القادمة حاب أقول لكم إن الأحداث القادمة شيقة جدا بجد الرواية دي من أجمل الروايات اللي ممكن تشوفوها ولو حابين ننزل الحلقة القادمة بسرعة جدا يبقى يا ريد ما تنسوش يشجعوني باللايقات الكتير وتشيروا الرواية مع أصدقائكم وفي كل مكان علشان تنتشر وتساعدوا غيركم يشوفها قلقاكم في حلقة جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا مع السلامة اشتركوا في القناة